لم يكد وفد صندوق النقد الدولي يغادر لبنان حتى وصلت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف فتأكد المؤكد من جديد المؤكد المكرر يتلخص بأمرين الأول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأسرع وقت ممكن لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية المالية والثاني الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك قبل سقوط البلد كله في المحظور طبعا الكلام سيبقى في مكان والتنفيذ في مكان آخر ذاك أن ممثلي الأمة لم يحسنوا حتى الآن ولن يحسنوا على الأرجح التقاط اللحظة التاريخية في المنطقة وهم لا يزالون ينتظرون كلمة سر ما تأتيهم من مكان ما أو بتعبير أدق من أمكن ما كما إن النواب أثبتوا عجزهم عن تشريع أي قانون يحقق إفادة ما فيما الحكومة المقاطية أثبتت فشلها في إدارة الأزمة المالية الاقتصادية وهي تتخبط عشوائيا وتصدر قرارات غب الطلب كالقرار الأخير المتعلق بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول أو حتى في أداء الحكومة مع ذلك فأن قرار حكومة ميقاتي غير مستغرب منها فالحكومة التي أخرت لبنان عشرات السنوات في مختلف المجالات هل يمكنها أن تقدم الساعة ساعة في الوقت المناسب؟ ولأن التأخير والتأجيل سيدا الموقف فأن هيئة مكتب مجلس النواب أرجأت اجتماعها الاثنين إلى موعد لم يحدد كما أرجأ بر جلسة اللجان المشتركة من الاثنين إلى الثلاثة وفي ظل الجمود السياسي المستحكم شهدت فضيحة تلزيم المطار تطورين بارزين فرئيس هيئة الشراء العام جون العلي أعلن أن ملف مزايدة المطار سيكون في بداية الأسبوع المقبل بين أيدي الجهات الرقابية المختصة لإبداء الرأي القانون فيه توازيا وجه ديوان المحاسبة إلى وزير الأشغال كتابا سأله فيه عما إذا كان تلزيم التيرمينال تو في المطار تم فعلا ووفق أي سنة قانوني والطريقة التي تم فيها التلزيم ومهلة التنفيذ إضافة إلى أسئلة أخرى ألا يؤكد الأمران أن تلزيم التيرمينال تو كان صفقة كبرى فالتهريبة خارج أي سلطة رقابية وأي مسألة أو محاسبة وهل يجوز الحديث بعد عن إصلاحات اقتصادية ومالية في ظل هكذا منظومة فاسدة ومفسدة